تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعى برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ورفع اسموه إلى مقام جلالته الكريم أسماءات التهاني والتبركات بهذه المناسبة المباركة داعيا الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويحقق جلالته لهذا الوطن ولأبنائه الكرام بالمزيد من الرفعة والتقدم وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وقد بعث حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أعرب جلالته فيها عن شكره لسموه على مشاعره الطيبة سائلا الله في هذا الشهر الكريم أن يحفظ سموه ويرعاه وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات على مملكة البحرين العزيزة والأمتين العربية والإسلامية ترجمة نانسي قنقر